على مدى سنوات تمكنت الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق باستخدام الإيديولوجية الطائفية لحشد الدعم لها ولأجندتها وما يضمن مصالح رعاتها الأجانب وهو ما أكده معهد تشاتام هاوس الذي قال إن الأحزاب في العراق مرتبطة بمعسكرين وهم الولايات المتحدة وإيران اللذان لطالما كانا في حالة تنافس على النفوذ في بغداد السياسات الخاطئة للحكومات في العراق وعلى مدى 15 عاما تسببت بتشكيل خط صدع بين الأحزاب وما كانوا يظنه رصيدا شعبيا لهم في محافظات باتت شبه مغلقة على مكوينها وفقا لنظام المحاصصة الذي أقره الدستور الحالي حيث فوجئت أحزاب شيعية بتظاهرات غاضبة في محافظات جنوب العراق وهي تهتف في شعارات تندد بالقيادة الشيعية وبإيران وفقا لتقرير أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية المجلة نفسها أكدت أن العراقيين حصدوا ما يكفي من دمار نتيجة تدعيات النفوذ الإيراني المتصاعد في بلدهم مؤكدة أنهم سائموا من الطبقة السياسية التي طالما أبدت اهتمامها وحرصها على إرضاء الحلفاء الخارجيين مقابل انهيار مستمر في كل مجالات الحياة في العراق وما يجري في البصرة يعد خير دليل واستشهدت الإيكونوميست بتنامي الإحباط والغضب الشعبي وتدني مستوى الإقبال على المشاركة بالاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والذي بلغ نحو 20% فقط وفي ظل التنصل المستمر للحكومة من تنفيذ وعودها فإن صبر الناس قد نفت وانعدمت الثقة بوجود أي إمكانية للإصلاح ومحاربة الفساد المتفشي في البلاد ولهذا اختارت الحشود الخروج في احتجاجات عارمة تعبيرا عن رفضها للطبقة السياسية